السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في شوية جديدة في شوية أم شمس كانتنا دائما تكون في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية اليوم بإذن الله سنقدر حالكم نحضروا مع بعض لتخونش أو لحلوة الكريم على هذا الشكل هذا كذلك نعملوهم على شكل لسواغي بطريقة جدا مبسطة وسهلة وكي يجوا رائعين في المدق ديالهم ولا في شكل كي يجوا رقيين فالمدق ديالهم صراحة كي ضاهي يعني لتخونش أو لحلوة الكريم اللي كان ناخده من المخبزات ومن يعني من على برة فكنتمنى أن الفيديو تليومين لاستحسن ديركم وإعجابكم ودائما لعجبتكم الفيديو ما تنسوش أنكم تبارتع جوا مع الأصدقاء والعائلة وكذلك في مواقعكم التواصل يا أما إلا كنتوا أول مرة تزوروا القناة وتكتشفوها فمرحبا بكم دائما بالاشتراك والتغطرة تزيل أحمر اشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش تصلوا دائما بجديد القناة وكما كتشوفوا معنا فالتخونش ديالنا وليسواغي كي يجوا على هات الشكل هذا كي يجوا وهشاش وكيدوب في الفم وما داق خيالي فبلا ما نطول عليكم شو نشوفوا طريقة لتخونش وليسواغي فبسم الله على بركات الله أول حاجة غنعملوا هي السيرو غنحتاجه في كاس ديال الماء نصد كاس ديال السانيدة وصرشي ديال الفانيلا كناخده كاس رونا كنعملوا في الماء وسانيدة والفاني على هات الشكل وغنعملوا فوق النار على عافية مهيلة مع التحريك المستمر حتى كتدوب لنا هديك سانيدة وكيغلة من ثلاثة حتى الخمسة دقايق من بعد غادي نطفع عليك ما غتشوفوا معي فبالنسبة للسيرو ممكن تسموه بالحماد او القشور ديال الليمون كيف ما بغيتو هناك تفيت بالفاني وهنا نحطوه على جنبي برد بالنسبة للكريمة غادي نحتاج العلبة ديال الكريم شونتي بودرة اللي كتعادل 100 جرام غادي نحتاج جوج حكاك ديال اليوغورت كغاميل وغادي نحتاج 70 جرام ديال الحليب سائل يكون بارد كمرحلة أولى فغادي نعمل هادك اليوغورت كغاميل مع الحليب اللي و 70 جرام مع الشونتي بودرة غادي نحاول نخلطه مشي شوية من بعد غادي نضيف حليب سائل آخر يعني لحسب الكتافة اللي بغيته في الكريمة انا هنا بنسبة لهاد الكريمة فاخدت معي 170 جرام ديال الحليب سائل في المجموع يعني عملت 70 جرام في اللول من بعد بديت كنضيف 100 جرام غادي بشوية بشوية وانا كنت اطرب فهاد الطريقة عملتها معكم صراحة منسبة الاخوات اللي كيسورين على الشونتي بما تطلعش هاد البودرة نهائيا وكاولا كتجيهم يعني خفيفة بزاف فهاد الطريقة عملوها غادي جيكم رائعة كما اشتوا معي هنا را كنضيف الحليب وانا كنخلط فإلا كنجو بارد فتكتفي ان الحليب يكون بارد مثل اللاجة كي عملت هنا اما كنجو سخون فمن الاحسن تعملي هاد المكونات يعني اليوغورت مع الحليب سائل تعمليه في المجمد مدة خمستاشر دقيقة عاد تبدأ يتخدمي به فكان بقانطلع الكريمة ديالي وانا كنضيف الحليب ياني يخدامها معايا مية وسبعين جرام لي كتعدل كاس ديال العنبة ديال الحليب سائل بارد وكذلك جوج يوغورت كاغامل يعني متوفرين اه وهنا بالنسبة للممكن تعملوا بلأس الكاغامل يوغورت شوكولا فاليكم يعني الاختيار فكما اشتوا معايا كتجي هاد الكريمة كم بقوا انطلعوا فيها حتى تعقيد معنا الكريمة ونضيفه في الحليب كمشته نكمل هديك 100 جرام الثانية يعني في الأول عملت 70 جرام من بعد ضفت 100 جرام أخرى غيب شوية بشوية هالطريقة كتخلي أنا الكريمة ديالك كتتحكمي فيها أكثر وكتدخلي فيها السوائل كيفما بغيت يعني بغيتها خفيفة أو لا تقيلة كي يكون الختيار ليك فكن نبقى ونطلع في الكريمة ديالي هنا مزيان حتى كتضاع في الحجم ديالها وكي تبدل اللون ديالة يعني كي يولي فاتح كي تبليك واحد الكريمة كتولي ليس ما كيفية الحبيبات لوالو كي ما غتشوفه معايا وأنا هنا غا نعملها تقيلة يعني تكون شدة في راسها بش تجينا الحلوة ديالك كتجي جميلة وكتجي يكون سهلة في التقطاع كذلك فكن حاول هنا في الفيديوهات يعني نجاوب على جميع الأسئلة ديالأخوات وبالنسبة لهاد اليوغورت اللي ضفنا في هاد الكريمة ما فراكي يعطاه واحد الماضي رائع صراحة كانت تحصل على هاد الكريمة كي ماشته معي نتو مرة وقفة نتو مرة وقفة يعني نقلب المول ديالنا ما غاديش تقلب يعني تقيلة شدة في راسها بزيان كي ماشته يعني مية وسبعين قرام ديال الحليب ووجوج يغورت كغامل حال هكذا با غادي نمشو باش نمونطي معاكم الحليوة اللي غادي نعملو او للي تخونش ديالنا اول حاجة غا ناخدو الإطار هناخدني في الثلاث نعملو مربع باش يجيني ساهل غادي نعمل في مربع ديالاجينواز وهنا بنسبة اللاجينواز راكينا في القناة وغا نحط لكم الرابط ديالها تحت الفيديو في صندوق الوصف غادي نسقيها بالسيرو اللي عملنا مقبل خلينا هي برد على جنب بحال هاتي الشكل هكا يعني كنسقيوه هنا بنسبة نسيرو فهو على حسب الرغبة اللي كي بغي لجنواز نسقيها بزاف في ضيف اللي كي بغا هكا يعني شوية غادي نعمل ديالسيرو غادي نعمل ده بطبقة ديال الكريمة اللي حضرنا قبل يعني مباشرة غادي نوضعها نحاولو اننا نصوبو لها الوجه ديالها يعني يكون السطح مقاد باش كي يكون يعني فاش كنقطعو الحليوة ديالتنا كي يبالو لنا طبقات لمعتادلين هنا انا ما كترش الكريمة الداخل يعني من الاحسن ما تكتروش الكريمة بين الطبقات باش كتجي في نفس الوقت هي شيشة وفي نفس الوقت ما كتجمش يعني كيجي واحد الحليوة كتجي جميلة وحتى يعني اللي كلاها ما كت يعني ما يكل منها بلا ما يحس يعني ذيك الكريمة ما كتكونش كتيرا لداخل فكن حاولو نقادو الوجهتي لكن مشتو غادي نعاود دبا نعمل طبقة تانية ديال الجنواز ولكن هاد اللي بغا نعملها سوداء بحال هاد الشكل فهاد الجنواز يعني راكين في القناة وغادي نحط لكم روابط ديالهم تحت الفيديو في صندوق الوصف هادي تلقوه من شاء الله يعني اللي بغا يعمل هاد الجنواز هادو وغادي نسقيوها بالدور ديال هاته يبسيروا كيما اشتو معايا وغادي نعمل كذلك طبقة تانية ديال الكريمة بحال هاد الشكل كيما اشتو معايا فالكريمة را عطتنا كيمية لا بأسة بها من علبة وحدة ديال الكريمة اللي فيها غير ميات جرام فهتحصلنا على كيمية لا بأسة بها من الكريمة شانتي بالطريقة اللي عملنا فكنحاول دائما نصوب الوجه ديالهم زيان وده بغادي نضيف انهم اللي نعمل فوق منها الكوك كراميليزي اللي عملت معاكم من قبل بالنسبة الاخوات اللي باقي ما شافوش يعني غادي نلقو دائما وبيتديلو كذلك تحت الفيديو في صندوق الوصف فكي يجي رائع في الحلويات يعني تستعملو في اي حلوة بغيتو ماشي غي في الكريم يعني في السابليز يعني تزينو بي او لا تعملو في العجائن هنا انا غادي نحاول ندخلو في الكريمة باش فاش نحط لجنواز للخرانية تشد معايا في الكريمة وكيما اشتو راه هنا يعني جربو يعني صراحة هاد الكوك كراميليزي وعملو هاكا في حليوات راكي يعطيو واحد الماداق رائع هاد اللي تخون شادورا يعني يعطاهم واحد الماداق مع ديك الكريمة اللي عملنا يعني جا واحد الماداق لي خيالي رائع فكي نحاول نقدو بحال هاكا كيما اشتو معايا بحال هات الشكل وراكي بقى مقرمش لاننا عملنا كراميلي زي يعني راكي بقى مقرمش مكي ما كانت مشيش لديك القرماشة ديالو وغادي نعاود نحط طبقة اخيرة ديالا جنواز بيضة هنا يعني عملت جوج طبقات بيضين ووحدة سوداء وغادي نسقيها بالسيرو كما اشتو فهنا كيميات السيرو يعني جاتني هي هادك مع الحليوة ديالي يعني ننسو ما دائما إلا كانت عندكم حليوة كبر من هادي فزيدوا كيميات السيرو مع كذلك كيميات ديال الكريمة فغادي نعمل كطبقة اخيرة من الفوق الكريمة ديالتنا اللي حضرنا حالا تشكي ما كتشوفوا اللون ديالها كيجي ما يلشي شوية ما كيكونش بيضنا صح انا عملنا في هادك اليوغورت كغامل كيجي يحتلون ديالها جميل بزاف والمدق كذلك فغنا غادي نحاولوا اننا نصوبوا هاد الوجه ديال الكريمة او الوجه يعني الاخير في اللي عملنا كنحاولوا ما يكونش في يعني يكون مقاد ويكون ليس بحال هكا يغيب شوية بشوية كتبقي معا حتى كيتصاوب كنحاولوا دائما نزولوا دوك الزوائد اللي كيكونوا وكنصوبوا بطريقة اي في النياغي بشوية هكا حتى كيتصاوب معنا بحالة الشكل ده بغادي نوضعها في المجمد مدة ليلة كاملة او لعا الاقل ست ساعات من بعد غادي ندوزوا مني كيدوز يعني الليلة كاملة هاندوزوا باش نعملوا واحد القلاسات اللي بغان نقولو كنحتاج فينا اربعات المعالقة ديال النباج اللي عملتهم فوق النار غيحتداب يعني غير يدوب لا ما يغلي غير يدوب ليدوك الحبيبات ديالو غادي نضيف عليه دابا معالقة كبيرة ديال الكريمة شونتي هنا كريمة شونتي يعني اما يعني تحيدها من الكريمة الليولانية عادي تشت يعني ضروري او لا يعني معالقة فقط من الكريمة شونتي طالعة يعني مدفع على هاد الناباج وكننحركم زيان بحال هاد الشكل حتى كيبالينا ديالك الكريمة تجانست لنا مع الناباج ودابا غادي نضيف واحد شوية ديال نكهاتي الكراميل وهنا بنسبة لنكهة لاختيار ممكن تعملوا اي نكهة بغيتو انا هنا مشيت يعني حيت عاملة الكراميل في الكريمة فمشيت في نفس اللوتام يعني كراميل او لا نفس البخفة فهنا غادي يعطينا هاد اللون هادا كيماشترا عملنا غي شوية وعطينا لون رائح كيماشتو كان حركم زيان حتى كيد فلنا هاد الخلط لانو ما يخصوش يكون سخون وكان عملوه ديك السعين كنخرجو لحلي وديتنا من المجمد وكان عملوه مباشرة فوق منها بحال هاد الشكل هكا كنحاول انا ننصوبو هكا من الفوق كيماشترا كيكون في واحد اللمعان اللي رائع بزاف وهاد القلاصات فهو ساهل مفيش مكونات كيماشتو معايا والنتيجة ديالو كتجي صراحة رائعة ممكن ممكن ما قلت لكم يعني تعملوه فيه النكهة كيف ما بغيتو يعني ممكن تعملوه القهوة الكابوتشينو ممكن تعملوه يعني نكهات اللي بغيتو تغي شوية منهم فقط حتى كتحصلوا على اللون والماداق اللي بغيتو وتتعملوه كغلاساج بهذا الشكل مخصوص يكون سخون انا مع الحلوة ديالنا يعني جامدة منين عملت فوق منها مباشرة كي بدا هو كي بدي يلسق فوق منها مباشرة وهناي كان عندكم الوقت فبنين تعملو القلاساج دخلوها المجميد مرة يعني واحد الساعة عاد قطعوه فانا هنا يعني ما كانش عندي الوقت يعني مباشرة كي عملت القلاساج بدي تكون كما اشتره كي يكون واحد اللمعة رائعة كما اشتروا هاد القلاساج هادا كي يجي صراحة رائع ودائما المقادر بالضبط غتلقوهم تحت الفيديو في صندوق الوصف تبا غاني ندوزو باش نزولو هاد الحلوة ديالتنا من هاد الايطار على هاد الشكل وغادي نحاولو انا نزولو دوك الحواف لكي يكونوا يعني ما بينش فيهم الحشوات ينفو الحاجة بحل عكا فهنا رأينا يعني قررت انني نعمل هادي تخونش يعني بشوفوا الطريقة ديالتهم كيفاش دايرة فممكن انكم يعني تخليوها حكا حليوة يعني اولا اون بيس ديال الحلوة هاكا تخليوها مربعة اولا تعملوها دائريا كيفما حبيته وديك ساعة تفننوف تزين ديالها انا احبيت اني نعطيها لكم على شكل هاكا دي تخونشت كذلك نبدلو شي شوية من الحلوة اللي كان نحطره دائما ممكن ما اشتو معايا فحليوة اللي في البساطة ديالها كي يجي صراحة واحد الماضاق اللي رائع هادي نزول هاد هنا من بعد ما خديت يعني خديت العبار ديال العرض دياللي تخونش ديالنا دابا غدي نبدأ نقطع اللي تخونش بحال هاد الشكل فهنا يلاكن انتي اول مرة غادي تقطعي الحلوة اللي تخونش اهدو فمن الاحسن تعملي واحد بحال الكاس او لا يعني شي حاجه تكون غارقة وعملي فيها الماء سخون مرة على مرة عملي ذاك وقت ما بغيت قطعي عملي سكين في ذاك الماء سخون بزاف ومسحي عاد بدي تقطعي وعاوتني يعني بقى دائما مستمرة يعني نقطع نحاود نعمل في الماء اما لك انتي يعني ملفة بتقطع يعني ما ممكن تمسحي سكين فقط غير سكين باش كتخدمو دائما اختاروش سكين يكون ماضي او للا ما ديالو تكون رقيقة مش كي جي سهل في التقطع ديالو فكيما اشتو معايا هنن بعد ما قطعت اللي تخونش عك على هات الشكل دابا غادي نحاول انا نقطعوه في قياس واحد بحال هات الشكل هاد كيما اشتو فهذاك لاجين وازلع منك يعني سوداء الداخل فكتعطي واحد اللون جميل وواحد لما ده كذلك مع الكاغامل كي يتوتى بزاف وكيجي لما ديالها رائح كيما اشتو فهنا كنحاول نقطع اللي تخونش قد قد وبالنسبة اللي سواغيرا ممكن تقطعوهم بنفس الشكل غير هو مربعة لصغيرة بحال هات الشكل هكا مربعة صغيرة هكا سافي وهنا كنكونو كملنا الحلوة ديالتنا هنقدمها لكم بحالة الشكل هاد كتجي رائعة بنسبة الزيين ديالها من الفوق فغادي نعمل شوية ديال الكريم شونتي تلعتها على يعني عادية يعني عيرش كريم شونتي عادية هادي نحاول نعمل بهاد لادوي هادي اللي كتكون على شكل فتاحة حال هكا كنعمل على هات الشكل هكا وكذلك نزين بشوية ديال اللوز كونكاسي محمر بحال هات الشكل كيجوا صراحة رائعين وكنتمنى من قلبي انكم تجربوهم لانهم فعلا كيستحقوا وباشياء بسيطة يعني معدت لك اكتر من بسيطة ممكن تحضري حليوات لكالضاهي الحلويات اللي كنشوفو اه وتفنني فيهم وتفرح بهم وليدات كو الضيوف تيل كذلك لما لا فما بقى ليلا نقول لكم الى وصفة مقبلة بإذن الله كانت معكم ام شمس وإلى اللقاء اشتركوا في القناة